غادار دي نيوز في غادار دي نيوز اليوم الاهتمام شكون على ما حدث في النيجر انقلاب على حكومة بازون المنتخبة الشريك القوي لواشنطن وفرنسا اليوم تم تعيين الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا للمجلس الانتقالي في النيجر وذلك بعدما اعلن عسكريون الاطاحة برئيس النيجر وقرروا اغلاق الحدود البرية والجوية حتى استقرار الوضع اليوم ضيفنا الدكتور علي العلاني حسب ما يحدث نعرف انه كانت هناك بيانات تندد بما حصل وترفض ذلك عندنا فرنسا البناء المتحدة الامريكية الاتحاد الاوروبي وغيرها هل كان منتظرا ما حدث في النيجر هو بالنسبة لتحليل الخاص كان منتظر عنده مدة لان كيف تاخذ الخريطة وتلقى اللي النيجر على حدودها مالي وحدودها بوركينا فاسو يعني وهي افقر من هاته البلدان وتشوف اللي مثلا حتى مؤتمر او قمة روسيا افريقيا عدم حضورها معناها قالوه البارح محللين انه كان بيدفع من من الغرب ومن فرنسا يعني اللي عاشوه بالنسبة للنيجريين يعني في النيجر لمدة عقود هو انهم اوضاحهم الاقتصادية والاجتماعية والامنية اللي هو تحكى عليها البارح قائد الانقلاب اش بده على ثلاثة عناصر هذه احنا عملنا قال عملنا انقلاب لانه معناه ثم تدهور للاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية وطبعا يعني يتبعوا الاوضاع السياسية لكن كيف نحطوا النيجر في اطارها مع جيرانها وفي وضعية التركيبة السياسية نلقى وعندها معارضة قوية شريسة اكثرها مستوطنة في ليبيا لانه هي محاذية لليبيا وحتى انه الرئيس الذي تم الانقلاب عليه محمد بزوم هو ينتمي لقبيلة اولاد سليمان وهي اقلية عربية ينتمي الاقلية تسمى ديفا ديفا هذه اقلية في في النيجر تمثل واحد ونص في المياه واحد فاصل خمسة في المياه من مجموعة السكان يطلع رئيس في بلاد او في بلدان افريقية اللي القبلية معناها قوية جدا هذا الرئيس ينتمي لقبيلة اولاد سليمان وهي قبيلة كبيرة تمتد بين ليبيا والنيجر ربما يعني هو مولود غديك في النيجر وتدرج في المسؤوليات وكان وزير خارجية وإلى غير ذلك وأعتقد أنه بالنسبة إلى معناها النيجر كانوا يأملون وذلك معناها محمد بزوم بتو عنده شد في الحكم عامين وشهرين يعني كيف تم عليه الانقلاب كانوا ربما يظنون أنه يعني يمكن أن تتحسن الأوضاع ربما بعلاقاته العربية جيش الليبيا كانوا يظنون أنها ربما ستستقر عن قريب وتقوم باستثمارات كثيرة وربما دول الخليج لأن الرئيس له عرق عربي لكن هالمعطيات هذه ما كانتش هي المحدد المحدد هو أنه النيجر بعد خروج فرنسا من مالي وبركين أفاسو كل الثقل الغربي تركز في دولة النيجر والنيجر الآن فيها قوة برخان اللي هي كانت في مالي 1500 ويحب ويزيد ويوسوه إذن ثم قاعدة عسكرية وأكثر حتى من قاعدة عسكرية فرنسية وثم أيضا قاعدة عسكرية صغيرة أمريكية لملاحقة للملاحقة الإرهابيين فهالعامين وشهرين اللي حكم فيهم محمد بزوب واللي هو حسب المحللين محسوب على القوى الغربية شافوا اللي ما تماش تحسن كبير ثم بعض إجراءات لكن ما تماش تحسن كبير لكن يشوفوا اللي القارة قاعدة تتغير وجيرانهم بجنبهم قاعدين يتغيروا أكثر يعني أنت دكتور علي العلاني تلتقي مع الدراسة التي صدرت عن مركز جونيف للأمن والدراسات الاستراتيجية في إفريقيا والتي تذهب إلى أن ما حدث في النيجر لم يكن أمر مفاجئ كما أنت قلت هو لأنه هناك موجود مواقف مناهضة للوجود الفرنسي في البلاد ولأنه كذلك فما استغلال ما حصل في مالي وبركي نفسه وخذيه أصلا دعم دعم يعني نجم قوله عسكري للقيام بهذا الانقلاب لكن المستغرب أنه نعرف أنه الرئيس الذي تم يعني انقلابه عليه محمد بازوم هو معناها مدعوم وشريك قوي بالنسبة لواشنطن وبريز يعني هل هي مسألة استخباراتية قوية لروسيا لأنه هناك من يربط أنه هذا الانقلاب حدث قبل يعني أيام من هذه القمة الافريقية الروسية وخاصة في علاقة بموقف موسكو لأنها لم تندد ولم ترفض بل طلبت اعتماد الحوار بين الأطراف المتخاصنة هو ساعة تم هذا الانقلاب مش قبل أيام ليلة القمة الروسية الافريقية وأنا في اعتقادي أنه يعني هذا الانقلاب هو نتيجة تراكمات وقت اللي ناخذ احنا النيجر في هالعامين وشهرين تراكمات أياما ما فهمش اليد الروسية في التخطيط اليد الروسية هاتهم كيف نجم تكون يعني مش بالضرورة بالطريقة المكشوفة أمتع نخليك أي يعني قلت لك عليش قلت لكم هما جيرانهم الزوز كلهم مرتبتين بالمحور الروسي اللي هما عندهم تأثير في معناها في منطقة الساحل الافريقي يعني اللي هما فدوا منه السكان في النيجر هو أنه السياسة هالعامين وشهرين ما تغيرتش على اللي كانت تعمل فيه فرنسا أو قبل أو الغرب صفة عامة اللي هو ربط التنمية بالأمن وهذا هو المحور الكبير متعزدة القمة الروسية الافريقية ربط التنمية بالأمن يعني يلزم التنمية ما تنجح ألا ما ينجح في الاستقرار الأمني هما بالنسبة إلى السكان في النيجر يعتبر أنه لا شيء تغير كثيرا والدليل على ذلك الأرقام الموجودة يعني إحنا الدخل الفردي للنيجر 480 دولار بين 450 و 80 دولار للفرد الواحد في العام بلاد كما النيجر فها مليون و 270 ألف كيلومتر مربع وفها ثروات يعني معدنية خاصة اليورانيوم وبعض المعادن الأخرى لكن أساسا هي عندها الزراعة إش نلقاه في في اقتصادها 87% من السكان يشتغلون من اليد العام للسكان العاملين كم يقول يشتغلوا في الفلاح وتسعة في المياه في الخدمات البنوك والتجارة والكل وأربعة في المياه في الصناعة يعني يقول قايل لو كان أنت حتى عندك فلاحة برش ثم تتنجم تكون ثم صناعة تحويلية الطماطم وتولي حكوك وتحويلية في النسيج وغير ذلك هذا الكل موقع يعني الدول هو خيار بالعاني يعني معتمد من قبل باريس اللي نعرفه أربعين بالمئة من الليغانيوم المستعمل في باريس في فرنسا هو متأتي من للنيجر ورغم ذلك النيجر هي من أفقر الدول الأفريقية تقريبا ومعناها تحت خط الفقر أي اليوم يعني المورد الأساسي للطاقة التي تعتمد في فرنسا اليورانيوم بأبخص الأثمان يعني هي يعني نقول إرادة غربية يعني فرنسية باعتبارها هي في دول السحل المهيمة يعني أن فرنسا لم تستخلص الدرس من مالي وبركينفاسو في مالي وبركينفاسو في كم من مناسبة قبل عام ونص وقبل ما يخرجوا الفرنسيين نهائيا كانت تخرج مسيرات في مالي وتقول اللي إحنا قبل ما تتولي قواعد عسكرية ضد الإرهاب ومعناها كنا أكثر أمن من اللي ولت عنا قواعد عسكرية وولت داعش تقوم بمعناها عمليات إرهابية وتعطل التنمية إلى غير ذلك فنجم نقوله اللي العالم الغربي معنا ما استخلصش الدرس وخاصة في فرنسا من أنه ما عند هاشي العلاقة الجدلية بين التنمية والأمن يعني بالنسبة لها التنمية معناها كانت تنفقه بشكل محدود التعليم نسبة الأمية في النيجر هي ما يدخطر علي العالمي هي هي كدولة مستعمرة بتخمم كان في مصلحتها ومتخمم كان إنها كيفاش تستغلق ومعناها وتأخذ منك أكثر ما يمكن بأقل ما يمكن ما ربيح لك أنت لكن أنت في المقابل كدولة أفريقية الفساد اللي ينخرك معناها الإشكالية المتعلقة بمسألة مدنية الدولة ومثلا بالنسبة للنيجر يعني هي تحصل على دعم اقتصادي أو مساعدات كبرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن على أساس أنها تدعم الديمقراطية بوصفها يعني هي حكومة منتخبة ومدنية لكن في المقابل الإشكال بالنسبة للدول الأفريقية حتى إن كانت هي ضحية استغلال من قبل فرنسا أو دول أخرى كذلك الفساد الداخلي اللي موجود داخله هو الأساس يعني هذا هو كيف جي تشوف في دول الساحل الأفريقي ثم بلاد عملت خمسة انقلابات واحدة عملت ثلاثة ولا أربع كل هم الدربين في الولايات المتحدة بالضبط يعني هذو ما قال لي الحكام الذين كانوا يستأثرون بالثروات ويوافقون الدول الكبرى على يعني الشروط اللي يعملوها وأكثرهم عندهم فساد وعندهم حسابات في الخارج وهذاك عليش تم الإنقلابات يعني باستمرار يعني هنا الوضع الداخلي عنده قيمته وهذاك عليش احنا كي نحكي وعلى الديمقراطية راهي الديمقراطية من غير مضمون اجتماعي ما عنده حتى قيم وإحنا جربناها في تونس وبالتالي خاصة في إفريقيا اللي حتى الثقافة الديمقراطية هي جديدة عندهم الثقافة القبالية وعندهم التقاليد متاحهم لكن كما قلت العقدة الرئيسية العلاقة الجدالية بين التنمية وبين الأمن ما صارتش مع الفرنسيين والتواطئ الفرنسيين مع الحكام اللي كانوا يحكموا وعدم الانفاق على التعليم كيف نقول حوالي سبعين في المئة من الأمية تعرف اللي في النيجر تم براسك زوز ملاين ونص اللي مقرأوا الجملة واللي زاد يعني الأفارقة أو نيجيرين معناها قلقهم أكثر هو يعني الهجومات الإرهابية ولا تكتسي صبغة كبيرة أنا هذا السؤال اللي أنا خابت نوصل معاك معناها اليوم ما يحدث من انقلابات وبدأت تقرب نوعا ما لأنه هذه الحدود التي تقترب كذلك بالنسبة للجزائر وغيرها اليوم تنجم على المدى الطويل تخلق نوع من زعزع وضع الاستقرار الأمني في المنطقة ونجم يخلط حتى لدول شمال أفريقيا لأنه اليوم تقريبا فرنسا وواشنطن ما عندهمش أوراق ضغط كبرى تنجم تخليها تغير ما يحدث اليوم في النيجر هو ثم سعى سؤال حق نقلناها من الأول هل أنه زوز قوى كبرى في في النيجر هل عندهم علم بقيام هذا الانقلاب أم لا هل هو فشل استخباراتي في التنبؤ بهذا القيام نسألتك عاد قل هل وبالتالي هنا نجم نقوله هذا ربما يفسر أنه هالدول الكبرى ما ما عكسوش الانقلابيين وما حبوش يدخلوا عسكريا لأنه قائد الجيش القائد الذي الحرس وبعده قائد الجيش رفضوا أي تدخل عسكري خارجي القائل هم كان ينجموا يعني يدخلوا ولكن بطبع الحال يعرفوا أنه التدخل هذي سيكون سلبي جدا وربما يخلق لهم معناها متاعب كثيرة وبالتالي شنية التبعات التبعات هو أنه أولا ما وقع في النيجر هو إلى حد ما انقلاب أو ما يحصل الآن في السودان له تأثير لأنه كثير من السودانيين مشاول النيجر ومعنى عملية النزوح وموضوع السودان يحتاج إلى تحليل آخر لأنه فيها معناها خيوط كبيرة ومتشابكة اللي مش يصير الآن في وما يخاف منه الأوروبيون أنه الهجرة الغير نظامية مش تكفر جديد إذا كان نحن نقوله ثم زوز ملايين ونص من اللي ما قرأوا شي جملة 24 مليون وهذوم اللي أكثر هم قاعدين معناها يمشيوا للهجرة غير النظامية اللي جاءوا إما عن طريق تونس ولا عن طريق ليبيا فبالتالي طريق الجزائر يعني طريق الجزائر إحنا اللي يجاول لنا أما اللي اللي يحبوا يوصلوا للأوروبا يوصلوا عن طريق تونس أو عن طريق ليبيا إذن ثم ريسك إذا كان معناها ما تستقرش الأوضاع في النيجر أنه مش تزداد موجات الهجرة وإذا كان ازدادت موجات الهجرة يعني أن ما يخافه الأوروبيون اليوم أن موجة من اليمين المتطرف ستكتسح الانتخابات القادمة وبالتالي كيف نقول الانتخابات القادمة هنا يولي ثم حتى تداعيات سلبية على الدول الإفريقية لأن وشنو اللي مش يحصل اللي مش يحصل وقت اللي تولي الهجرة غير النظامية قوية جدا وتداعيات ها يطلع تطلع لوبان في فرنسا وش اسمهم اللي في أوروبا نتائج كذلك اللون السياسي اللي قاعد يطلع في إسبانيا في الانتخابات المؤخرة بالضبط يطلع يعني اليمين عنده مكان الكبير هذا كيف يقوى اليمين مش تقوى موجة معادات المهاجرين وربما قلت الحاجة السلبية اللي ممكن تعود على الأفارقة بما فيهم إحنا يعني كأفارقة أنه ربما ستكون هناك قوانين متشددة في إسناد اللجوب وفي تمتيع المهاجرين في عوض تاخذ إقامة دائمة بعد سبعة سنين تولي تاخذها بعد خمسة سنين سنة أو غير ذلك يعني تولي معناها إذا استمرت يعني هذا النزيف والموجة متاع هؤلاء المهاجرين اللي ملقوشي لخدمة مش ينعكس ألف على الأوروبا وسينعكس أيضا على بعض المهاجرين الموجودين في البلدان الأوروبية هذا كانت قراءة للدكتور علي العلاني فيما يتعلق بالمستجدات الوضع في النيجر وكالليك ضيفنا دكتور علي العلاني الأكاديمي والباحث الجامعي في القضايا الاستراتيجية لهذه القراءة المتعمقة جدا فيما يحدث في النيجر وانعكاساتها بالنسبة لإفريقيا شمال إفريقيا وحتى الدول الأوروبي إحنا هكا وصلنا نهاية اللقاء اليوم كان معكم عزيز شوبا في الإخراج سليم بن عمار في الديجيتال ياسين حافي معايا اليوم مرحبا بيك وعواد في المزوغي كنتين ميك هو نتلقاه إن شاء الله جمعة جاية في الأمين